أسألكم بقى على الأسماء المطروحة يعني لقيرة منتخب مصر في فترة اللي جاية هناك أسماء ممكن كانت موجودة قريدة زي كروش مثلا هناك أسماء كان نفسينة أنها هاتي في وقت ما قادت زي هيرف رينارد شايف برضو المقابل المادي وفي نفس الوقت إمكانات المدربين دي هو مناسب لمنتخبنا؟ بص هو رينارد ما أعتقدش أنه هيجي يضرب المتخب بعد ما كان بيدرب السعودية ومبلغ مال كبير وبعد كده راح منتخب فرنسا للسيدات أعتقدش أنه هيتراجع تاني وإلا لو جاء هنا هيجي بمبلغ مال كبير جدا إحنا ظروفنا ما ينفعش مغلة من فيتوريا لا ما رفوض ظروف البلد وظروف الدنيا كلها ما ينفعش أن أنت تهدر عملة صعبة على مدير فني مهما كان خصوصا أن المهمة بتاعت المنتخب سهلة بالنسبة لتصفيات كاس العالم أنت ما معاكش حد يخوف إلا باستثناء بوركينا فاسو وشفناها في الأمم أفريقيا فرقة في المتناول يعني فرقة مش اللي هي مش تخد ما معاكش السنغال ما معاكش مالي ما معاكش المغرب ما معاكش فرقة يعني إيه تعمل لها حساب أن أنت تبقى أنت متخوف منها بالشكل ده في أي مدير فن منظم هيجي ومدرب كويس وعنده فكر هيقدر أنه يتأهل بمنتخب مصر إن شاء الله أنه هي تكسل كاس العالم ولكن إحنا ليه برضو كيروش طيب ما كيروش هو أساسا كان فيه مشكلة مع اتحاد الكورة والتحاد الكورة هو اللي طفش كيروش وكان بياخد نص اللي بياخده فيتوريا على فكرة ده المرة دي بقى يعني المعلومة اللي عندي أنه هو طالب المساوابنا بفيتوريا ودهت خليني برضو أروح لنقطة ليه هم مع مصر بالذات بيطلبوا المقابل المادي الكبير يعني كيروش أصلا مع إيران كان بياخد 40 ألف يورو صحيح بعد ما مشي عندنا مدربين في كاس الأمم يعني واسطين أقول الدور قبل النائي زي دي سابر مثلا نتكلم في 20 ألف يورو وهكذا يعني حتى بياخد 70 ألف يورو بياخد 70 ألف يورو بيصيره طبعا مدرب كبير ليه عندنا احنا هنا بيجوا عند المنطقة دي ويقولك مصر مبالغ كبير يعني 200 ألف يورو بتاع بيتوريا دي هيقى مفاجأة بالنسبة لي لإما احنا فلوسنا كتير وبنرميها كده لأي حد لإما اللي بيدير الكورة المصرية مش مقدر اسمه منتخب مصر ولما بيتفاوض مع حد منشرف له أنه هو يجي ضرب منتخب مصر يعني فكرة برضو لازم يبقى محطوطة في دماغ اللي بيتفاوض انت جايز ضرب منتخب مصر هيدفلك هيدفلك كتير كصة مش كصة فلوس ولازم اللي بيدير المسألة وبيتفاوض في المسألة يبقى عارف أنه هو سقف معين ما يزيدش عنه زي ما انت قلت المدربين اللي موجودين في أمم أفريقيا وما بياخدوش نص اللي كان بياخدو فيتوريا أو على فكرة من أيام كيروش ومن أيام أجيري لو أنت تتذكر كان برضو أجيري هو الأعلى في أمم أفريقيا وقتها بعد إخفاق بتاع 2019 دايما المدربين عندنا كأن احنا مصر دولة خليجية أو دولة حتى الله في الخليج يعني ما بي ما ينفعش المرتبات دي لازم يبقى يعني اسم كبير أو فيه سقف معين وبعدين انت الوقت أصلا انت ليه بتضرب أنا شخصيا أنا ان احنا ندور على مدرب أجنابي في ظل الظروف الاتصادية اللي فيها مصر واللي الدنيا كلها عارفها واللي احنا بنعاني منها ما ينفعش لازم ندرب أجنابي لازم ندرب وطني مدرب وطني مين؟ حسام حسن الوحيد اللي يصلح بتدريب منتخب مصر حاليا هو الكابتن حسام حسن وانا مش عارف ليه اتحاد الكورة واخد موقف من كابتن حسام حسن كده واضح ان المسألة يعني فيها شخصية يعني فيه حاجة شخصية بين الناس في اتحاد الكورة وبين حسام حسن الراجل موجود والراجل عايز يضرب منتخب والراجل اسم كبير والراجل كابتن منتخب مصر والراجل درب مليون فريق وانت اديت قبل كده الفرصة للكابتن إيهاب جلال على اساس ان انت تصنع مدرب وطني وبتاعه لكن ما وفقش في الفترة القصيرة المدرب الوطني هياخد كم بقى؟ يعني اكتر مدرب وطني تديره كم على فكرة المدرب الوطني لو انت جيت وتأخرت عليه في الفلوس مش هيقولك حاجة ولو جيت عايز تمشي مش هيقولك عايز شرط جزائي المدرب الوطني حتى لو هياخد مليون جنيه مليون جنيه؟ طب مليون جنيه يعني كانت حسام كان بياخد تمنمية كانت حسام تبجري ما انا هقولك اوه مليون جنيه؟ ما احنا لو حسبتها دلوقتي يعني او لا حاجة؟ بالدولار ما يجوش خمسين الف دولار طبعا ما يجوش خالص ما يجوش تلاتين الف دولار انت لو انت بتحسبها بالشكل اللي هو المدرب توفيرا يعني بالشكل ما انا بقولك؟ وبعدين انت بتدوله الفرصة ان هو تصنع بقى اللي انت بتتكلم عليه ده هوت ان انت تصنع مدرب لمصر زي كابتن حسن الشحاتة زي كابتن محمود الجاري زي كابتن الوحش كابتن طا اسبعيل تصنع مدرب لمصر؟ طيب عبد الرحمن برضو